بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اعتبارا من فجر يوم الخميس القادم الأول من تشرين الأول لعام 2020 ميلادي سيتم فتح المساجد بإذن الله تعالى بجميع الصلوات بما فيها صلاة الجمعة بضوابط وشروط صحية تم تعميمها على مدريات الأوقاف والإعلان عنها حفاظا على الصحة والسلامة العامة ولتكون المساجد ينبوع خير وحكمة دعية إلى التعاون على البر والتقوى بعيدا عن الإثم والعدوان الذي يتمثل في أيامنا هذه بعدم الالتزام بالتعليمات والإجراءات الصحية لما فيه من نشر الوباء بين أفراد المجتمع وسيتم أخذ التعاخدات اللازمة من العاملين في المساجد واللجان التابع لها للالتزام بجميع إجراءات الصحة والسلامة العامة بما فيها إحضار سجادة الصلاة الخاصة بكل مصل وارتداء الكمامة والتباعد الجسد بين المصلين وما يصدر من تعليمات بهذا الخصوص وأبلاغ مدريات الأوقاف عن أي مخالفة لهذه التعليمات حيث سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين كما وسيتم إغلاق المساجد التي يظهر بها أي حالات مصابة أو التي تقع ضمن مناطق ظهر فيها إصابات إلى أن يتم التأكد من شفاء الحالات وانتهاء الفترة اللازمة لإغلاق المسجد بالتنسيق مع الجهات الصحية قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ذرار ولن نسمح بأن تكون المساجد لا سمح الله مركزا لانتشار الوباء نريد أن تكون مساجدنا بإذل الله عز وجل آمنة مطمئنة ومراكز للتوعية والتثقيف بالالتزام لدفع هذا الخطر ودفع هذا الوباء عن بلدنا ومجتمعنا سائلنا الله تعالى أن يحفظ الأردن وقيادته الهاشمية وأن يرفع عنه البلاء وعن العالم أجمع إنه سميع قريب مجيب الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر